أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيبا لينذر بأسا شديدا من لبنه ويغشغ المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ما كثين فيه أبدا وينذر الذين قد اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تطرد من أخواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باقع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم محسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف بالرقيب كانوا من آياتنا عجبا إذ أول فتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة رحمة وهيئ لنا من أمرنا وشدا فدربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين يحصان ما لبتوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إن إنهم فتية آمنوا بغربهم مزدناهم هدى وربتنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من من دونه إلها لقد قلنا إذ شططا هؤلاءكم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان مين فمن أظلم ممن افتوا على الله كذبا وإذ اتزلتموهم ما يعبدون إلا الله فأقوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وتروى الشمس إذا قلع التذابر عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقردهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات لله من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولي مرشدا وتحسبهم أيقاد وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسد لراعيه بالمصيد لبطلعت عليهم لغليت منهم فرارا ولبطلعت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم قالوا ربكم معلموا بما لبثتم فبعتلوا أحدكم بظريقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أسكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلقص وليتلقص ولا يشعرن بكم أحدا إنهم إن يظهروا عليكم يوزهوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحه إذن أبدا وكذلك أعثقنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ويب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا بدوا عليهم المنيانا وابهم معلموا بهم قال الذين غلبوا على أمنهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سماعون وثامنهم كلبهم كلبهم ربي يعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمال فيهم إلا مراءاا ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقول أن لشيء إني فاعر ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر غربك إذا نسيت وقل عسى أن يهدي لغبي لأحرم من هذا وشدا ونبثوا في كهفهم ثلاثمائة سنين وازدادوا تسعا قل الله وعلم بما لبثوا لولويب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه حدا واتل ما أوحي إليك من من كتاب غبك لا مبدل لكلماته ولن تجد من من دونه منتحدا واصبر نفسك مع الذين يدعون غبهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا كتع من أغفل لا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا نقول الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إِنَّا أَعْتَبْنَا لِلْظَالِمِيْنَا وَنْأَحَاقَ بِهِمْ شُرَادِكُهَا وَإِنْ يَسْتَوِيْتُهُ يُغَاطُوا بِمَاءِكَ الْمُفْلِيَ شِرِ الْعُجُجُهُ مِئْسَ الشَّرَامُ وَسَاءَتْ مُرْتَفَقَا إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَجِلُوا الصَّالِحَاتِ إِنَّا لَا نُضْيْعُ عَجْرَ مَنْ أَحْسَنَ عَمَلًا أُولَئِكَ لَهُمْ جَجَنَّاتُ عَجْلٍ تَجْرِيمٍ مِنْ تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارِ يُحْلَونَ فِيهَا مِنْ أَسَابِرٌ مِنْ مِنْ ذَهَبٍ وَيَلْبَسُونَ ثِيَابًا خُدُغًا مِنْ مِنْ سُنْتُسٍ وَإِسْتَبَرَقٍ مِنْ مُتَّكِئِينَ فيها عن الأرائك نعمة ثواب وحسنة مرتفقا نضرب لهم مثل الرجلين جعلنا لأحدهما ججنتين من أعناب وحفصناهما بنقل وجعلنا بينهما ذرعا كنت الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا وكان له ثمر فقال لصاحبه وهو يحابره أنا أكثر من منك مالا وعج نفرا ودخل ججنته وهو ظالم لنفسه قال ما أظن أن تبين هذه أبدا وما أظن الساعة طائمة ولئن وجدت إلى ربي لأجد أن خير منها منقلما قال له صاحبه وهو يحابره أكفرت بالذي خلقت من من طغاب ثم من من لطفة ثم صفواك وزلا لكنه الله ربي ولا أشرك بربي يحدا ولولا إذ دخلت ججنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا من الله إذ انت ودي أنا أقل من منك مالا وولدا فعسى ربي أي يلي خير من متجنتك بيرسل عليها فسبالا من السماء فتصبح صعيدا زلقا أو يصبح ماءها غروا فلن تستطيع له طلبا وأحيط بثمره فأصبح يقلبك فيه على ما أنفق فيها وهي خابية وهي خابية تطع على أروشها ويقول يا ليتني لم أشهد بغبي حدا ولم تكن لهم فئة ينسرون نوم من دون الله وما كانهم تصيرا هناك الولاية لله الحق وخير ثواما وخير أقبا مضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما من تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا المال والبلون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير الأملا ويوم تسير الجبال وتوى الأرض بارزا وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتبونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا فضعوا الكتاب فنوى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويل تنامى لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبغة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم غبك أحدا وإذ قلنا للملائك تسدون هذا الرف تجدوه إلا إبليس كان من الجن ففصف عن أمر قبه أفضت تقذونه وذويته أولياء من دوني وهم لكم عدود بأسر الظالمين بدلا ما أشهدتم قلق السماوات والأرض ولا قلق أنفسهم وما كنتم اتقذ المطلين عددا ويوم يقولنا شوكائيا الذين ذعتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مربقا ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا الغرآن للناس من كل مثل وكان الإنثال أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ داءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سفنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحلوا به الحق واتخذوا آياتي وما أذروا هذوا ومن أظلم من من ذكر بآيات قضمه فعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إن إنا جعلنا على قلوبهم أكدة أن يفقهوا وفي آذانهم مقرار وإن تدعهم إلي الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا ربك الغفور والرحمة لو يآخذهم مما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أمره حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما أبلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتقذ سبيله في البحر صغبا فلما أجاونا قال لفتاه آتنا وداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أغأيت إذ أوينا إلى السفرة فإني نسيت الحوت وما أنسى ليه إلا الشيطان أن أذكره فاتقذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغفا وتدى على آثارهما قصصا فوجدها عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت مشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا فكيف تصبر على ما لم تحت به خبرا قال فتجدني إن شاء الله صابر ولا أعصي لك أمرا قال فإذ اتبعتني فلا تسألني أن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا وكبا في السفينة خرقها قال أقربتها لدورك أهلها فقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء من معنها فلا تصاحبني قلب لغة من لغني عبرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبقوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداو يريد أن يلقى وقد فأقامه قال لو جئت لتقفت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبيني سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأودت أن أعيبها وكان مراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فقشينا أن يرهقهما تغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأغرب رحما وأما الجدار فكان لغلامي يتيبين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبدل واشد لهما ويستقرجا كنزهما وحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا ويسألونك عن القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكننا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس ودها تضرب في عين حمئة وودا عندها قوما كلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ملم فسوف نعذبه ثم يود إلى ونبه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جداء الحسنا وسنقول له من أمر لا يصرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس ودها تطلع على قوم لم نجعل لهم من من دونها سترا كذلك فقد أحطنا بما لديه خبرى ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السبب والذب من دونهما قوما لا يكادون يفقهون أولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجون ومأجون مفسدون في الأرض فهل أجعل لك فرد على أن تجعل بيننا وبينهم سدا قال ما مكتني في يومي خير فعيدوني بككبة أجعل بينكم وبينهم غدما آتوني لزب والحديد حتى إذا سوا بين الصنفين قال انتفوا حتى إذا جعله جنارا قال آتوني يفرع عليه بطرا فما استطاعوا أن يظهروا وما استطاعوا له نقبا قال هذا وحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله ذكا فكان وعد ربي حقا وتردنا بعدهم يومئذ يومي في بعدي ونفق في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا على جهنم وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن كبير وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادهم من دوني أولياء إنا عتدنا جهنم للكافرين نزلا والهل ننبئكم من الأقسين أعمالا الذين مغل سعرهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون سنعا أولئك الذين كفروا بآيات غضبهم ولقائه فحفظت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جذاؤهم دهنم بما كفروا وتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم تتناتا في غدوس نزلا خالدين فيها لا يبرون أنهاح ولا كل لو كان البحر بدادا لكلمات غمي لنفذ البحر قبل أن تنفذ كلمات غمي ولو نوجئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلهم يوحى إليه أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا صالحا ولا بشركم عبادة غمه يحدا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر